أما الزمالك فالأمور بالنسبة له أكيد أكيد مجهولة أكيد بس أكيد هم بحثوا ودوروا واشتغلوا على هذا الأمر فريق من الفرق المجهولة ما نعرفهاش يعني مش فرقة يعني سمعنا عنها حتى في البطوات الأفريقية عموما يعني إن شاء الله الأمور تبقى للزمالك كمان ميسرة تشكيل النادي الأهلي المتوقع لهذه المواجهة لاتحاد المنستيري هيكون كالتالي في حراس المرمى محمد الشناوي وفي خط الدفاع علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأكرم توفي وفي وسط الملعب عامل السلية وقاليو ديانج وحمد فتحي أو أحمد عبدالقادر يعني حمد فتحي أو أحمد عبدالقادر خط الهجوم هيبقى فيه طاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وحسام حسن ده تشكيل النادي الأهلي المتوقع لهذه المواجهة زي ما تلقى يم يلعب بالسلاسي حمد فتحي والسلية وقاليو ديانج يم يشيل حمد فتحي ويحط أحمد عبدالقادر مع برونو سافيو وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ده غالبا التغيير الوحيدة اللي ممكن تحصل في تشكيل النادي الأهلي لهذه المواجهة أما التشكيل المتوقع للزمالك أمام فالمبو البروندي فهو كالتالي في حراس المرمى محمد عواد وفي خط الدفاع أحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالغني وحمزة المسودة لو لها بربعة لو لها بتاعة طبعا فتوح بيخش في النص محمد أشرف روعة وسيد نمار وزكريا الوردي وابراهيم نضاي واحمد زيزو في وسط الملعب ومهاجم صريح هو بطبيعة الحال سيف الدين الجزيري ده تشكيل نادي الزمالك المتوقع برامدز النهاردة فيه على الكونفدار الأفريقية في مستهل المشواره إدري فوز 2-0 على هلال الساحل فغر الدين بن يوسف سجل الهدف الأول والوافد الجديد مصطفى فتحي سجل الهدف الثاني أمس كان برامدز أعلن وأكد أنه خلاص عبدالله السعيد مكمل مع الفريق وزي ما قلت لكم يوم الأربع اللي فات عندها كتير عايزة عبدالله السعيد وحلو يبقى لعب عنده سوى 30 سنة وقرائب من 38 سنة وكل الأندية تتهافت عليه وكل الأندية عايزها لكن قلت لكم أن برامدز متمسك جدا بعبدالله السعيد عشان بالنسبة لهم مش مجرد لعب كرة قدم بيقدم مستويات مميزة في الملعب لكن خارج الملعب أيضا هو قائد حقيقي للفريق وبيقدر يلم الفريق في غرفة خلق الملابس وبالتالي أبقى برامدز على عبدالله السعيد كورقة من أهم أوراقه في تشكيلته وفي قائمته ده بالنسبة لنادي برامدز وطبعا الأهل والزمالك وموقفهم غدا بإذن الله موسيقى